الحاجة التالتة بقى الواقع التالتة وارجو ان حضراتكو تنصتوا ليها بشكل جيد لانه المعلومات اللي انا هقولها لحضراتكو الوقتي اعتقد انه كتير هيتوقفوا عندها ايه اللي حصل انا قلت لما محمد مرسي مات ان ورقته تحرقت يعني الاخوان كانوا قاعدين يقولك ايه مرسي راجع مرسي راجع مرسي راجع ليه لانه واخدين منه رمز للصمود والتحدي لما مات محمد مرسي اصبح ورقة بالية القاها الاخوان في اقرب سلة مهملات قبلته خلص ما عادش مفيد هستخدمه في ايه هتكلم عنه في ايه حتى محاولتهم تسويق تسويق ان محمد مرسي قتل من النظام المستبد الباطش الطاغي الدكتاتوري مكلتش مع العالم مفيش الا بهلول اسطنبول ده اللي قاعد يطبل بها شوية لحد ما لقينا تقرير طالع من مفاوضية الامم المتحدة المفاوضية السامية للامم المتحدة او تقرير اممي بيقول انه لا ده مرسي تم قتله طب المسألة دي تحركت ازاي هل الاخوان تحركوا ما هم لو تحركوا يبقوا عكس الكلام اللي انا بقولوا انهم الوقت مش مهتمين بمحمد مرسي لحد ما لقينا عاصم عبد الماجد وهو القيادي الارهابي يعني عاصم عبد الماجد القيادي الارهابي كاتب حاجة غريبة جدا ونما كده جماعة عاصم كاتب ايه ورون اللي كاتبه قال عاصم ماذا يعني لا مش ده ماذا يعني ايوه هو ده ماذا يعني ان يتجاهل الكبار قضية مقتل الرئيس ويتخلى الكبار عن اسرة محمد مرسي فيضطر ابنه المحاصر والمراقب ان يتولى هو تحريك قضية والده بالامم المتحدة حتى يصدر التقرير الذي يديني النظام المصري بقتل الرئيس لكن بعد ان يكون الابن قد قتل هو الاخر اذا اصمع ماجد بيكش في ايه انه جماعة الاخوان والقيادات والكبار تخلوا عن قضية محمد مرسي وابنه احمد هو اللي اشتغل عشان يصدر تقرير من الامم المتحدة يقول ان ابوه اغتيل طيب نيجي بقى للمعلومات اللي عندنا انا هقول لحضراتكم الصورة وانتو حكموا على منطقيتها لانه المسألة معقدة جدا سؤال الاول منين استطاع ان ينفق احمد محمد مرسي على تحركاته عشان يحصل على تقرير اممي يقول ان ابوه اغتيل ما المسألة دي مش حبي يعني ده اتصالات وكلام وناس بتضغط وناس بتعمل تقارير ولو بمصالح ووالى اخر معلومات المتوفرة بتقول القاتر بعد محمد مرسي ما مات تعاطف ناس كتير جدا في العالم من الجماعة الاخوان والمتعاطفين مع جماعة الاخوان وجمعوا تبرعات لأسرة محمد مرسي وصلت الى ما يقرب من 200 مليون دولار كويس المتين مليون دولار دول تحولوا على بنك احمد احمد بن محمد مرسي كان راجل بيشتغل في السعودية وبيروح ويجي موجودين الفلوس دي بره 200 مليون دولار موجودين باسم اسرة محمد مرسي في بنوك بالخارج وبنوك تابعة ليه جماعة الاخوان المسلمين انتوا عارفين يوسف نادا اللي هم بيلقب بيه وزير مالية الجماعة بيدير بنك كانوا يسمينه بنك التقوى فهم عندهم بنوك فالفلوس دي بره حصل خلاف في اسرة محمد مرسي هو عنده احمد وعنده اسامة وعنده عمر اللي هو عمر ده اللي مات تقريبا حصل خلاف تحديدا بين احمد وعمر احمد شايف انه يعني لازم الفلوس دي تستخدم في الصرف على عبدالله الاسف لعبدالله مات وعنده احمد واسامة وعبدالله وعمر فيهم واحد مسجون وفيهم واحد متنفل السعودية وفيهم واحد مع العيلة وكان عبدال فحصل خلاف بين عبدالله وبين احمد على الفلوس دي احمد متبني يعني انه الفلوس دي يتصرف بها على قضية ابوهم ويدولوا قضية ابوهم في العالم ويجيبوا محامين دوليين عبدالله لا عايز الفلوس تتوزع على العيل وحصلت خناءات خناءات شديدة جدا في بيت محمد مرسي في الشرقية وتدخل افراد من اسرته ليه يعني تهديئة الامور بين 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 عبدالله واخواته لانه عبدالله عايز الفلوس اللي حصل ايه انحازت زوجة محمد مرسي ليه ولادها اللي عايزين ولو قضية ابوه ضد عبدالله فاختلف فاختلف عبدالله مع الاسرة وطلع لطلع بتاعت لما كان معاه بنت هنا في اكتوبر وكان اشترى مخدرات ومات في الواقعة دي فاللي بهمنا ايه من الموضوع انه في فلوس في حساب اسرة محمد مرسي تصل الى 200 مليون دولار يقولولنا عنها يعني يقولولنا الفلوس دي جات منين وراحت فين ينفق من هذه الاموال على القضية المعلومة المعلومة جات لما عصم عبد مجد قال انه تخلوا وابن محمد مرسي هو اللي بيتولى قضية ابوه لانه هي دي الجماعة تستخدم الاوراق وبعدين لما تلاقيها ملهاش لازمة تتخلص منها